هتنبهروا بالوصفة دي. هتعملوها من النهاردة وطلع على طول. الدبابيس المسلوقة. ازي نعملها؟ دايما بنعمل الكنتاكي ناي. المراجي هنعمل معينا الدبابيس. هنعملها زي الكنتاكي بالزبط. بس المراجي هتكون مسلوقة. بخطوات بسيطة جدا اللي مش عارفة اي حاجة في المطبخ هتعمله. وده علشان المتجوزين جداد اللي بيتابعوني من سن عشرين لحد خمسة وتلاتين سنة. طبعا هنجيب الدبابيس الدجاج. هنخليها بالمنظر ده. مش هنخليها ونشيل العدم خالص. لا. هفتحها كده. وهخليها عاملة زي قطعة الدجاج المخلية. بس العدمة موجودة كوية علشان تبقى متماسكة. هنعمل كل الفراخ بتاعتنا بالمنظر ده. طبعا ما ننساش ان احنا كنا غسلينها ونقعينها في محلول ملحي عبارة عن معلقة خل معلقة ملح معلقة سكر بعد الغسيل علشان تبقى الانسجة بتاعتها طريقية. هنيجي بقى نجيبه طمط ماية وبسلطين وفص حباهين ومستكة. ونغل المية ونصدق الوراك بتاعتنا فيها. هنيجي بقى للتدبيلة هنا. معلقة بابريكا كبيرة. معلقة جنزبيل. معلقة فلفل اصمر. كاري. ملح وفلفل. وجنزبيل فريش. طم بودر بصل بودر. كوزبرة. وهنا دي بقى التكية دي. المرقة الدجاج. اه الفوري. اللي هي مطحونة. معمولة هنا بتتبع جهزة. هنحط منها اربع خمس معيلة. هناخد كل الخليط ده. ونضربهم في بعض كده. وهنحط عليه شوية مية. لما نلاقيه متماسك قوي كده هنضيف عليه جزء كمان من المية. لحد ما يبقى خليط متماسك نوعا ما. عشان يمسك في التدبيلة بتاعتنا. طبعا بتدقيه. وتشوفي الملح بتاعه. لو محتاج ملح هتضيفي الملح ازاي ما انت تحبي. بنرجع نقلبه تاني. ونركنه بقى. ونحضر آآ الدقيق بتاعنا. طبعا بنستكفي عشر دقايق بس نسلق فيها آآ آآ دمابيز بتاعت الدجاج. كيف هي قوي. هنجيب بقى كوباية دقيقة كبيرة على حسب الكمية. لو انت عاملة كمية كبيرة هتي كوبايتين كبار. هنضيفه التلات معالق من مرأة الدجاج الفورية النعمة اللي بتتبعها جهزة. وهنحط لو انت بتحبيه سبايسي هنحط معلقة شطة. ما بتحبهش سبايسي حطي معلقة بابريكا بتبقى عادبة. ونضيف هنا المكونات كلها اللي احنا بسناها في الاول. على الخليط الثايب. تمام? هنقلب كل الخليط ده. بتبدون ملح. الحاجة الوحيدة مش هتحطيها عالدقيق الملح بتاعها. اتبع الخطوات دي هتطلع معيك حاجة روعة. طبعا بعد عشر دقيق في ليق هنيجي بقى. هنا الخطوة دي. طبعا اوا وبقى آآ تنسوا اللايك بقى الجميل دوت اللي بيرفع من معنوياتنا. وبتقولولنا شكرا على اللي احنا بنقدمه ليكو. واتمنى منكم ترككمونتات للوصفات اللي تحبوا تشوفوها معينا المرة الجاية. هننزل بقى كده الدبوس بالخلطة السميكة دي. وانا هنا خليتها سميكة ليه عشان تشيل مع الدبوس كده دي بقى شايل الخلطة. ويديها الكفر جميل. شايفين المنظر. ولو انت حابة تعمليها من غير سليق عادي جدا. بس آآ انا بتكلم علشان الناس اللي ممكن ما تبقاش مية مية في المطبخ. لأ علشان تضمن ان هي تبقى سليمة وما تطلعش معيك مثلا محروقة. اديها عشر دقيق آآ سليق وارجعي اعمليها كده. لو انت متمكنة اعمليها بنفس الخطوات من غير ما انت تفتقيها. خلاص حطيناه في الكفر الاولاني بتاع الخليط المتمسك ده هننزل فورا على خليط الدقيق اللي فيه التوابل بتاعتنا. وطبعا هنخليها اتنين اتنين علشان ما تكلكعش معينا. وبعد ما بنعملها بنتركها في الدقيق شوية على ما نعمل غيرها. ليه بقى بتتركها في الدقيق شوية? بتمتص الرتوبة بتاعة التوابل وبتاخد بتشيل اكتر كفر. وفي نفس الوقت تديك الكريف بيه بتاع الكنتاكي. يا جماله لما بتلاقيها بقى كلها كده توابل وكلها كده بقرمشة وكريف بيه تحفة. آآ زي ما بقول لكم هتلاقوا على القناة آآ الكنتاكي والس الاصلي والس تريبس الاصلي. وانا هنا نزلت الطريقة دي لسفات الايوت المبتدئين. هنيجي بقى نقلي بس هنا انا هكثر البيت اكتر لاني لما بقليه في البيت اكتر هيطلع معاك كريف بيه وناشف اكتر. فانا هنا هغير التقصة وهنزل عليها بآآ بزيت اكتر يعني زيت غزير. هنا بكمل الكمية بتاعتي. وآآ زي ما قلت لكم بتصيبوها شوية في الدقيق. وبعد ما بتصيبوها في شوية في الدقيق بتطلعيها وتهفيها بايديك كده وايه 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 تضغطيها بايديك. لو ضغطيها بايديك مش هتطلع كريف بيه بالمنظر ده. تمام? آآ وده شكلها النهائي. اتمنى منكم ترك تعليق وتقولولي رأيكم في الكومنتات والى اللقاء في والفقدي ده أخرى.